اشتكى مواطنون من محافظة لنبار من طريق الصحراوي المكسر الذي تسلكه العائلات القادمة إلى محافظة لنبار عبر جسر بزيبس جنوب شرقي قضاء عمرية الفلوجة ويعاني المسافرون عبر طريق المكسر والذي يعد المنفذ الوحيد للمحافظة من رحلة سفر متعبة وشاقة تستغرق ساعات للوصول إلى مدينتي الحبانية والرمادي وباقي مناطق المحافظة إضافة لعدم استقراره أمنياً ويطالب المواطنون بفتح طريق الفلوجة الرئيس لتسهيل العبور واختصار ساعات طويلة من المشقة مكسر دمرنا دمر نطلع مننا للرمادي تفوت مننا على المكسر مكسر كل طسات وكل ضيم تطلع مننا لو مفتحنا مننا على الخاص مننا على طريق هذا الفلوجة يعني ربع ساعة نطلع مننا على المكسر ساعة ونص دمرنا سياراتنا سيارات غذة لا تنباع ولا تنشر والله معانات الطريق نشوف بيها شغلات أكو يجونيانا جماعة مرضى والله أكو بيهم يتخربطون نص الطريق الطريق بيه ترابل عنده ربو ما يتحمله اللي عنده سكر يفقد بالطريق اللي عنده ضغط أكو سيارات تصادمت بالعشرين سيارات تصادمت وانمردت إث الساعين راح الضحايا شثير بالطريق مشاكلنا على المكسر الطريق المكسر بدل ما نقطعها من نص ساعة المكسر ثلاث ساعة تلانك طريق مكسر مواما نبدأ من الساعة بالسبعة نشتغليه للأربعة بعد ما حد قدر يطلع بالأربعة ينقطع الطريق اللي عند طريق مكسر وما تبشي عليه مواما السحراء وما تعرفش نحرك بيه إذا طالت تروح وإذا نحرك أي شيء ماكو لا قوة مني ولا شسحراء وهوكي طريق بديل منه على مركز السلام بس ما جاي يقلنا ننفع شكرا